للحديث عن التظاهرات الحاشدة في بغداد وعدد من المحافظات وسط التنديد المستمر بالعملية السياسية والمطالبات بمحاكمة قتلة المتظاهرين والتأكيد على مقاطعة الانتخابات معنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي نظير الكندوري أهلنا بك أستاذ نظير ومعنا عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية سأبدأ معك ضيفي هنا في الستوديو أستاذ نظير يعني عامان على ثورة تشرين ما الذي تغير في العراق بعد هذه التظاهرات التي خرجت في بغداد وعموم المحافظات العراقية والله يا أخي إذا شئنا أن نتحدث عن التغيرات التي أحدثتها ثورة تشرين لربما لا يكفينا الوقت لهذا فإذا شئنا أن نتحدث على تأثيرات هذه الثورة على النظام الذي سيطر الآن على الحكم في العراق فقد تغير كثيرا وانكسرت الهالة التي كانت تحيط به تلك الأحزاب وانكشف زيفها لكل قاص أوداني وانكشفت أمام الجماهير وافتضح زيفها بل إنها تحاول جاهدة أن تجد طرق وأساليب جديدة لتسويق نفسها وتسويق الأحزاب التي تسيطر على هذا الحكم أما التغيرات التي حدثت على الجانب المقابل وهو الشعب العراقي فهذه الثورة قد يعني غيرت الكثير والكثير في المعاني السامية التي أحملها الشعب العراقي وهي تسامت على الطائفية التي كانت تزرعها هذه الأحزاب وإعادة مفهوم الوطنية وبدأت تحيا من جديد الهوية العراقية الوطنية التي تجمع بين كل العراقيين بعدما وصلنا إلى مرحلة نكاد أن نشعر باليأس من إعادة اللحمة الوطنية لهذا الشعب جاءت هذه الثورة لتعيد اللحمة مرة ثانية وتجعل الشعب العراقي شعبا واحدا موحدا بعدما أسرف هذا النظام في محاولته لتمزيق هذا الشعب وجعله على شكل مكونات وطوائف وأديان متفرقة متناحرة لذلك تأثيرات ثورة التشريين تأثيرات كبيرة ربما لا يسعفنا الوقت لتعدادها وذكر مآخرها سأعود إليك وسؤال جديد أستاذ نظير إذا ما أنتقل إلى ضيفي عبر سكايب من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان خروج المتظاهرين رغم كل المضايقات والاعتقالات والبطش هل هو مجرد إحياء للذكرى أم تمسك بأهداف الثورة أيضا؟ أحياك الله أخي العزيز وحيا الضيف وحيا مشاهدين الكرام والمجد كل المجد لثورة التشريين بالشهدائها والمبادئها والقيامها والشبابها حقيقة الأمر أن ثورة التشريين هي فريدة من نوعها بكل المقاييس لذلك لا نقول نهائيا أنها تراجعت وأن ظاهرها الشكل قد تراجع نسبيا ولكن جذوتها ما زرت قائمة موجودة وحاضرة وشخصة وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الذي يحصل الآن هو إذكاء وهو تجديد للذات وأن الثورة ماضية وموجودة ولكن ذكرها لا بد أن يكون هناك خروج ونتوقع أن هناك شيء يكون أكثر فاعلية الشارع عندما يدرك حقيقة أن الذي حصله ويحصل من الانتخابات القادمة ما هو إلا ضحكنا على الزقود سأعود إليك مجددا أستاذ نظير إلى أي مدى ترى بأن حكومة الكاظمي أخفقت في وعودها التي قطعتها في بداية وجودها على الساحة العراقية وحديثها عن محاسبة قتلة المتظاهرين يعني أنا أستغرب إذا كنا نناقش عن مدى أخفاق الكاظمي في تحقيق ما يريده المتظاهرين لأنه لم يكن له أي إنجاز في طريق محاولة تحقيق مطالب المتظاهرين والتي كانت على رأسها بل من أهم المطالب أن يكشف عن قتلة هؤلاء المتظاهرين الذين سفكوا دماءهم في شوارع بغداد وباقي المدين العراقية الحقيقة الكاظمي لم يأتي بجديد إنما جاء دوره استكمالا لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي بدأ سلسلة القتل والجرح في صفوف المتظاهرين والفرية التي يحاول تسويق الكاظمي على اعتباره إنه هو مرشح المتظاهرين هذه لن تنطلع على الجماهير لم يرشحه أحدا من هؤلاء المتظاهرين ولم يذكر اسمه كمرشح عن التشرينيين لذلك هو بعيد عن أي محاولة لتحقيق مطالب المتظاهرين بل هو كرس الحالة الحالية بل جعل الإخفاقات التي حدثت لربما أو الانزواء المؤقتة التي حدث لثورة التشرين ربما كان له دور فاعل فيه كون ذو خلفية مخابراتية يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع غير فعله نعم مجددا إليك دكتور قحطان يعني لجنة التحقيق المكلفة بالكشف عن قتل الناشطين قالت إن الجناء ما زالوا تحت المتابعة إذن الحكومة تعلم هوية قتلة المتظاهرين فلما لا تحكمهم بالتأكيد هذه دانة واضحة لهؤلاء عندما يكون تحت المتابعة إذن مشخصين ولكن لا نغط أنفسنا لا كاظمي ولا حكومة بغداد ولا جيش ولا شرطة قادر أن يشخص هو مشخص تماما القاتل مشخص القاتل رأيناه بأم عينا هو فوق سطوح بنايات في شرع السعدون يقمص وينسحب إلى تجاه منطقة الغبراء هذه هي حقيقة واقعة ولكن الحقيقة أن هؤلاء غير قادرون على أن يقدم شيئا أو يقدم أحد منهم إلى القضاء أو العدالة لأن العملية السياسية برمتها تضع لإيران بالدرجة الأساس ولأقزامها في بغداد وبالتالي لا كاظمي ينتظر منه خيرا ولا غير كاظمي ينتظر محاسبة أي من القتل المجرمين الذين يتسكعون الآن في الشوارع وفي الطهران في سؤال جديد دكتور قحطان يعني ما الفارق اليوم بين التغيير الذي تريده التظاهرات والتغيير الذي يؤكد الكاظمي أنه لن يكون إلا بالانتخابات مثلا هذا الكاظمي في واد والعملية السياسية في واد وشخصها والاشتوار في واد آخر الثوار خرجوا يغدون وطن وقالوا نريد وطن عن طريق تغيير العملية السياسية أو تعديلها بعض الأشخاص ذهبوا إلى تعديل حقيقي جوهري لا سطحي شكري وبالتالي التغيير لا يأتي بخلال العملية السياسية لماذا؟ لأن الذي جاء بالعملية السياسية وشخصها ورمزها وما صناعت الاحتلال الإنقل الصهري وصهري وإيراني وبالتالي هذه المجموعة لا يمكن أن ترتقي بالتغيير لن تنتج الانتخابات شيئا سوى تكرار النفايات مرة ثانية والفاسدون سيعدون بالتأكيد ولا يغيروا شيئا التغيير من خلال الشاحات وإذن الله الثورة قادمة وبعنفوين أكثر أعود إليك بسؤال أخير دكتور قحطان مجددا إليك أستاذ نظير كيف يمكن تفسير الأزمات المتلاحقة التي تواجه العراقيين لماذا لا تتحرك الأحزاب الحاكمة من أجل حلها لماذا أجلتها إلى ما بعد الانتخابات هل المقصود من هذا إشغال الرأي العام مثلا؟ أظن بالضبط ما ذكرت حضرتك كونه أن هذه الأزمات التي ربما بعضها يختلق وليس من أصل الحالة العراقية والغرض من عدها هو تشتيت ذهن الجماهير عن مسارهم الحقيقي عن مطالبهم بالتغيير وجعلهم يدخلون في دوامة من الأزمات التي لا تنتهي يعني خذ مثلا آخر فريا الآن يشغلون فيها الرأي العام هو محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني وأن الشيوخ عشائر تقول كذا وبالرغم أن الجميع يعلم بأن هؤلاء الشيوخ العشائر المسمات قادة صحوات أو كذا هم من الموالين لنفس الأحزاب ولنفس السلطة السياسية العراقية وبالتالي هؤلاء لا يقترفون ولا يقومون بعمل إلا بالاتفاق مع السلطة السياسية وهذا يعني مفهوم بأن هذه المشاكل الغاية من عدها إشغال الرأي العام عن هدف الحقيقي بمحاولة للنضال من أجل تغيير حقيقي لكن أنا أرى أن العراقيين لم يلقوا بالا إلى هذه المشاكل المفتعلة لأنهم يعرفون بأن النظام يحاول جاهدا لإيجاد مثل هذه المشاكل لمحاولة إشغال الجماهير عن أهداف الحقيقية سأعود إليك بسؤال أخير أستاذ نظيرة إذا ما أنتقل مجددا إليك دكتور قحطان وهذا السؤال يعني لماذا هذا التخادم بين الميليشيات وبين الأحزاب السياسية ضد ثورة تشرين رغم الدعاء كل منهما أنه نصير للإصلاح ومؤيد للمتظاهرين وإلى أي مدى صمد المتظاهرون أمام هذه الشراكة باعتقادك المتظاهرون صمدوا أمام ثلاث دول أولا دولة المنطقة الغبراء بقدراتها الذاتية ودولة العميقة وما تملكها من سلاح وضد إيران إذن دولة متميزة صمدت ولكن هذه المجامع تخادم فيما بينها لأنها هي من تستهيد شخصيا من هذه العملية السياسية ثم أنها نصبت في هذه الأماكن لكي تخدم أجندات الإقليمية أتت بها إلى هذا المكان وبالتالي خدمة القوى الخارجية بمقدمتها إيران والخدمة الذاتية الألانية الفاسدة للمال الصعب والجاه المزيف هو الذي يجعلهم يتخدمون في بينهم ولكن رغم بطشهم الثوار مؤمنين بقضيتهم والعراقيون أكبر وأكبر من دسائس الزيول الأذناب نعم أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي كنت معنا أبرسكايب من بغداد شكرا جزيلا لك مرة أخرى أعود إليك ضيفي هنا في الأستوديو أستاذ النظير هل لا تزال باعتقادك الاحتمالات قائمة بتحقيق الثورة أهدافها رغم كل ما تواجهه من عقبات؟ بالتأكيد الأمل لا يفقد من ثقتنا بشبابنا وجماهيرنا العراقية بأن يكملوا المشوار مشوار الثورة العراقية وصولا إلى إقامة النظام الوطني المعبر حقيقة عن الشعب العراقي وأنا أقول هذه الجموع التي خرجت في ذكرى ثورة تشرين ما هي إلا تذكير للعالم ولكل من يراهم بأن ثورة تشرين ما زالت مستمرة وتتجدد بصور أخرى خذ مثلا الآن هذه التظاهرات خرجت بشعارات جديدة وهي مقاطعة الانتخابات واعتبارها بأنها انتخابات مزيفة تحاول أن تعيد تدوير نفس الوجوه ونفس الأحزاب للسلطة بل أن هناك دعوات جديدة لإظهار فعالية جديدة للثورة العراقية بمحاولة تبني العصيان المدني هذا العصيان المدني ليس كما يتوهم النظام وأذنابه بأنهم يجلسون في البيت إنما سيكون هناك بنك للأهداف التي ستستهدف اقتصاديا وتضر مصالح هذه الأحزاب والماذيات الفساد الموجودة في العراق يعني هدفا ثم هدفا آخر وبالتالي نصل إلى مرحلة إسقاط هذا النظام من خلال فعاليات متجددة وجديدة وربما تكون مباغتة لها باختصار أستاذ نظير إلى أي مدى ترى بأن هذه التظاهرات أسهمت بغرس الأمل في الوجدان العراقي وجعلته يرى بإمكانية مثلا زوال الطائفية والعملية السياسية بشكل العام؟ بالتأكيد أخي الكريم أنا نوهت على أن هذه التظاهرات التي خرجت في 2019 وما زادت مستمرة حتى الآن هي أعطت أمل بينما يعني بعدما أنه فقد الكثير من الناس أملهم بأن تعاد اللحمة الوطنية للشعب العراقي الآن من خلال ثورة تشرين نتكلم نحن الآن باسم العراقية نتكلم باسم الوطنية بينما كانوا في السابق يتكلمون باسم الطائفة والقومية والمذهب تغير هذا الأمر وأصبح هناك أمل متجدد بأن العراق سيعود إلى وطن واحد وعراق واحد وأمة واحدة هذا الأمل تجدد بشكل كبير للعراقيين وهو مبعث الحماسة التي تراها في شباب العراقيين الكاتب والمحلل السياسي نظيرا الكندوري شكرا جزيلا لك أي حكم الله